تعالوا بقى نروح لمنتخب الشباب اللي افتتح بالامس كأس امم افريقيا للشباب انتهت مباراة منتخب مصر امام موزنبيق بالتعادل السلبي وبكده كل منتخب منهم اصبحت معاه نقطة واحدة وفاز احمد عبد الرحيم ايشو لعب منتخب الشباب بجائزة رجل المباراة بعد الحقيقة مقدم اداء مميز جدا في هذا اللقاء الافتتاحي للبطولة منتخب مصر موجود في المجموعة الاولى اللي بتضم موزنبيق والسنغال ونيجيريا مجموعة قوية الى حد كبير وبالمناسبة شهدت المباراة بالامس الوقوف دقيقة حداد على ضحايا زلزال تركيا وسوريا